الصدر يغادر بغداد دون لقاء الإطار التنسيقي صورة توضح الفجوة الكبيرة بين القوى الشيعية التي تتوسع شيئا فشيء لم يتبقى إلا أيام معدودات ويتم انتخاب رئيس الجمهوري الذي يكلف بدوره الكتلة الأكبر لتسمية رئيس الوزراء الجديد ما يعني احتمالية تشكيل حكومة أغلبية بعيدة عن الإطار التنسيقي طرح لا زال عد الصدر على أن يكون جزء من الإطار يلتأم ضمن الكتلة الصدرية لتكوين الكتلة الأكبر وأعتقد بالأمس كانت رسالة واضحة الإطار يقولون أما نمضي مجتمعا وأما نذهب إلى المعارضة ولا ضير إذا ذهب التيار الصدري بمفرده بالاعتلاف مع عزم وتقدم ومع السيد مسعود البرزاني وهذه هي الأغلبية الوطنية رئيس الوزراء هو حسب العرف موجود من المكون الشيعي يوجد انشقاء وعمق بالفجوة بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي الزيارة مقتدى الصدر إلى بغداد لم تثمر عن لقاءات إضافة إلى قبلها كانت زيارة قانية إلى بغداد أيضا لم تثمر عن شيء هناك انشقاء كبير لا ضير وبحسب مراقبين من أن يكون هناك جبهة معارضة تقويم الأخطاء وتحلل السياسات الإدارية للحكومة الجريدة بل يجب أن تتكون جهة حزبية تكون معارضة حتى تستقيم العملية السياسية بالصورة الصحيحة أما العراقيون فيرغبون الأغلبية الوطنية لما فيها من تغيير في أسالي بالحكم فالتوافقية لم يجني العراق منها إلى الخراب حكومة الأغلبية هي الحكومة مطلب جماهيري ومطلب شعبي لأنه جربنا توافقية والمحاصصة والفساد الذي أدى بالعراق إلى هذه الحالة حكومة الأغلبية هي حكومة جامعة وليس هي تفتيت البيت الشيعي وإنما كل ما هناك بعض الأجزاء من البيت الشيعي تنظم إلى حكومة الأغلبية وجزء الآخر يكون إلى المعارضة لماذا لا تكون عندنا ثقافة معارضة؟ لماذا لا تكون عندنا ثقافة الخسارة؟ باتت تتشكل صورة واضحة لشكل الحكومة الجديدة التي لربما تتشكل عن طريق جهة سياسية شيعية واحدة بالتالي ستدفع الجهة الأخرى إلى جانب آخر يكون مراقبا معارض من بغداد محمد فراس قناة تغيير